أنا اليوم ما عدم مشكلة وياي يجي نصرة يقول لي أنت طلعتني من دبي بالفين وقم 11 واني فاتع استيديو قلت لي زين أنا شنو أطلعك من دبي أنا حالي حالك بهذا البلد ضيف شون أطلعك قل لا أنت طلعتني قلت لي زين اثبتلي اثبتلي أنا طلعتك من هذا البلد واني حاضر قل لي أنت طلعتني وخلص إذا ما تطني الفلوس الخسرتين في دبي ما تبقى بالعراق وهذا الكلام شاهد عليه وعنده تسجيل من عنده صوتي طبعا هو ما يخاف يددي صوت إذا ما تأدي كلمة آسف من الكلمة هاي كلمة الشارع إذا ما تأدي ما تبقى بالعراق رح طلعت طلعت اللقاء وضياء الميالي على قناة دجلة كلموا صاحب القناة ووقفوا اللقاء رح يكلموني ضباط يكلموني يكلمني واحد يقول لي أنا ابن عم من سراي السلام إذا ما تدفع اليوم ما تبقى بالعراق يعني من هذا المواضيع أنا أريد أوصل رسالة للجمهور العراقي كله أن يعرف معاناة الفنان العراقي وأريد أوصل للدولة هل من الممكن نحن بـ 2020 هسه أكو واحد يقول للواحد أنت سني وأنا شيعي يعني يقول للصاحبي يخابر صاحبي يقول أنت شيع منه بيدي خلني اشتغله واطلع عن الموضوع هذا الكلام رأفة البدر يقول له لو نصرت هذا نصرت البدر يقول له أنت شيع منه بيه خلني اشتغله هذا سن أي أنت تتكلم على الهواء وأنت رجال عندك جمهور نعم وهذا الكلام موثق وأيضا أنا أحب أن أقول لك وعلى الهواء وعلى الهواء مباشرة أنا شخصيا اتصلت بمكتب سباحة السيد مقتدى الصدر وأبلغته أن هذا الرجل استخدم أسماء أو شخصيات أو جهات تنتمي إليهم وطلبوا بالحرف الواحد قالوا إذا الأخ محمد السالم عند تجيلات وعند أسماء وعند أرقام سنلتقي به ونأخذ هذا ونتصرف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر